من أجل الحفاظ على نعمة البصر ولتوعية الأطفال وطلاب المدارس بفضل هذه النعمة وكيفية الحفاظ عليها وتحت إشراف الهيئة الوطنية للتعليم التقني وبالتعاون مع مستشفى العيون وإدارة رياض الأطفال ونقابة الأطباء وبرعاية شركة جراند للبصريات انطلقت حملة نعمة البصر في نسختها الثانية بمدينة ترابلس قبل سنتين ماضينتين انطلقت حملة نعمة البصر واحد التي تم فيها استهداف المباشر للتعليم الأساسي والتنوي في مختلف مدارس ترابلس الكبرى طبعا من خلال نتائج والتوصيات الحملة الأولى التي أشرف عليه أخصائيين وعضائيها التدريس ومعيدين من تابعين الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني هؤلاء المعيدين في معاهدنا وكلياتنا الثقنية كانت أحد التوصيات الرئيسية بأن الحملة الأخرى تبدأ رياض الأطفال من المرحلة التمهيدية من قبل الدخول الطالب إلى المرحلة المتقدمة لأن المرحلة الأولى اكتشفنا عدة نتائج كانت للأسف متأخرة من المفترض أن تحصل هذه النتائج في المرحلة التمهيدية الحملة شملت مناطق عدة وستكون لها نتائج علمية وتقييمية للتلاميذ برياض الأطفال عن طريق فريق متخصص من مستشفى العيون نسبة لي شركة جراند ليبيا لها حملات سابقة عديدة في مجال الكشف المبكر للأطفال هذه طبعا تاني حملة ونشكر لمشاركة مستشفى العيون والنقابة لطباء والنقابة لطباء في هذه الحملة وكانت هذه الحملة من مدينة الزاوية إلى مدينة الخمس بدأنا في منطقة زنزور وحاليا في تجورة في عدة مناطق مدارس من طرابلس وزارة التعليم بدورها أثنت على جهود رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني على العمل المتميز في نسخته الثانية والعمل على تطوير الحملة لتشمل شريحة مهمة وهم تلاميذ رياض الأطفال وإشراك الجهات المعنية في الحملة وهي مستشفى العيون والذي سيكون وجوده إضافة مهنية لهذه الحملة طبعا زي ما حضراتكم تشوفوا أننا كمكتب رياض أطفال يهمنا صحة الطفل فتقدمنا بمراسلة لمراقبة التعليم على أساس أننا نقدموا كشف صحي مبكر للإرياض الأطفال حيث الطفل لما يتوجه للمدرسة يكون عنده الملف الصحي بتاعها الكشف اللي طبعا طلبناه اللي هو تخصصات التالية عيون أسنان أدن أنف حنجرة إذا أمكن إن شاء الله بنديره باطنة حيث الطفل نكون إحنا جهزناه لدخوله للمدرسة يكون المدرس ومدير المدرسة والأخصائي الاجتماعي عنده الملف هذا يعرف الطفل هذا من أول من بداية السنة نكتشفوا أنه وين مكان الطفل هذا شنيلة الأشياء اللي هو يواجهها الشي الصعوبات مثلا لما يكون عنده طفل عنده ضعف ناظر ما يشوش الصبورة لما يكون عنده مثلا ضعف سمع ما يسمعش القبلة فننبهوا الأشياء هذي كلها أنغطوها مبكر واستهدفنا في هذه الحملة أنه هو كشف صحي مبكر لرياض الأطفال